السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات موضوع في غاية الأهمية وغاية الإشكالية هذا يقول الحليب مفيد وذاك يقول الحليب ضار الحليب موضوع فيه وجهات نظر مختلفة ومتعددة ومتناقضة تناولنا الحليب لسنوات طويلة وبعدها البعض سمع والبعض قرأ أو شاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أنا بحثت ودرست لكن ما سأقوله ليس رأي شخصي سأتحدث بالعلم وبالكيمياء ما هي مشكلة الحليب فعلا ومن بإمكانه تناول الحليب ومن لا يستطيع أن يشرب الحليب وما هو بديل الحليب أنا لن أقول لك تناول الحليب أو لا تتناول الحليب أنا سأحكي لك فقط بالدليل العلمي ما هي قصة الحليب وأنت من يقرر تتناول الحليب أو لا للأسف هناك أشخاص عندهم قناعة بأن العظام لا يمكن أن تنمو بدون الحليب الغني بالكالسيوم وأن عدم تناول الحليب سيسبب حشاشة عظام وتعرض للكسور ومشاكل عظمية ومفصلية الحليب كامل الدسم هو الحليب الجيد وهو أفضل من الحليب خالي الدسم وأفضل من الحليب البودرة المصنع والمعلب الحليب كامل الدسم هو حليب غني بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية المفيدة لبناء الجسم وبناء العضلات ولنمو خلايا الدماغ لكن الكالسيوم الموجود بالحليب لا نستفيد منه قطعا وهذه المعلومة يجب أن نوصلها للجميع لأن في الحليب الكالسيوم مرتبط بالفوسفات يعني فوسفات الكالسيوم ولذلك بسبب هذا الارتباط فخلايا الجسم والعظام والغضاريف وكل أجهزة الجسم لن تستفيد لا من الكالسيوم ولا من الفوسفور طيب الأمر الآخر الحليب غني بالبروتينات وغني بالمعادن ومفيد لصحة الطفل ونمو الطفل الحليب بشكل عام خاصة حليب البقر يحتوي على نوعين من البروتين بروتين كيزين A2 مفيد أما بروتين كيزين A1 هو البروتين الضار وفيه مشكلة عن تناول الحليب فإن هذا البروتين كيزين A1 يعطي مركبات تشبه المورفين أو المخدر وهذا ما يفسر عدم قدرة العديد من الأشخاص على ترك الحليب أو الاستغناء عنه هم يدمنون تناول الحليب ويتناولونه بكميات كبيرة وأحيانا بشراها وطبعا هذا واحد من أسباب السمنة وزيادة الوزن وتناول الحليب يترافق مع فرصة أكبر لاتعرض الجسم للالتهابات وخاصة التهاب المفاصل والأمراض المزمنة وخمول الغد الدرقية وأيضا دهون الكبد فالجسم بسبب تناول الحليب يخزن الدهون بشكل كبير ويكون معرض لحدوث التهابات الحليب يسبب جروح في الأمعاء وحدوث ارتشاح أمعاء والارتشاح يسبب معظم الأمراض الحليب من مئة عام ومن ألف عام غير الحليب الموجود اليوم دخل في تركيب الحليب أدوية ومضادات حيوية وهرمونات كلها تعطى للأبقار من خلال عملية معقدة الدافع الأساسي لها هو إنتاج كميات أكبر والربح المادي لذلك من أهم المشاكل الصحية التي يسببها الحليب ارتفاع هرمون الاستروجين هرمون الأنوثة وانخفاض هرمون التستوسيرون هرمون الذكورة ونجد أن من يتناول الحليب بكميات كبيرة يصاب بسمنة ومشاكل هضمية ومشاكل مفصلية والبعض يصاب باكتئاب وقلق وتوتر ومشاكل بالإنجاب طيب دائما هناك حديث عن الحليب ومشكلة سكر اللاكتوز ما هي مشكلة اللاكتوز فعلا؟ تسمعون دائما بسكر اللاكتوز يعني سكر الحليب وعدد كبير من الأشخاص عندهم حساسية اللاكتوز وهناك أشخاص عندها مرض عدم تحمل سكر اللاكتوز هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون هضم سكر اللاكتوز لأن في أمعائهم الدقيقة عندهم مشكلة لا يوجد عندهم أنزيم اللاكتوز وعدم وجود أنزيم اللاكتوز يجعل الحليب يتجه من الأمعاء الدقيقة إلى القولون فبيرتبط بالبكتيريا الموجودة بالقولون وبيسبب انتفاخات وغازات وتخمرات وتبدأ هنا المعاناة الدائمة مع القولون للمريض البعض سيقول لكن ليس كل الناس عندها مرض عدم تحمل اللاكتوز هذا صحيح لكن إذا ما عندهم مرض عدم تحمل اللاكتوز عندهم حساسية بروتين الحليب أو عندهم حساسية سكر اللاكتوز لذلك هم أيضا يعانون من أعراض نفخة وغازات وتطب البطن وأعراض قولون مزعجة بمجرد تناولهم للحليب إذا شخص كل ما يتناول الحليب يشكو من هذه الأعراض ما هو الحل؟ هل يمتنع عن الحليب أو يستمر بتناول الحليب؟ امتنع عنه أفضل وأيضا الصيام جيد أي نوع من أنواع الصيام كلها جيدة صيام إسلامي صيام متقطع الصيام ينظف الجسم من السموم ومن الأمراض الحليب له أيضا تأثير على مناعة الجسم لكن ما هو تأثيره؟ الحليب يستفز الجهاز المناعي ويستثير الجهاز المناعي لذلك الأشخاص المصابين بأمراض مناعية لا يستطيعون تناول الحليب مثل الأشخاص المصابين بمرض الروماتويد والذئب الحمامية والصدفية والأكزيما وأيضا مرض خمول الغد الدرقية وخاصة هاجيموتو وأيضا مرض السكري والسيلياكتيسيز وأيضا التهاب القولون وارتشاح الأمعاء فالحليب يستفز الجهاز المناعي عند هؤلاء المرضى والمريض غير قادر على تناول الحليب فجهاز المناع عنده يستثار ويستفز وتزداد الأعراض معظم الناس الذين يتناولون الحليب يقولون نحن نتناول حليب بلون سكر ونحن ممتنعون عن السكر هم لا يعرفون بأن الحليب فيه سكر اللاكتوز وعن تناول الحليب سكر اللاكتوز سوف يرفع السكر في الدم ارتفاع السكر في الدم يترافق مع ارتفاع انسولين وارتفاع السكر التراكمي طيب إذا الحليب عم يرفع مستوى السكر عند مريض السكري هل يستمر بتناول الحليب؟ الأمر يحتاج لحكمة وعقلانية أي طعام أو شراب يسبب لك الضرر هل تستمر بتناوله؟ بالتأكيد لا برأيي هناك أشخاص يجب أن يمتنعوا تماما عن تناول الحليب وهم بشكل خاص المرضى المصابين بأمراض مناعية ومشاكل هضمية ارتشاح أمعاء مشاكل قولون وأيضا مرضى السمنة ومرضى السكري ومرضى المفاصل ومرضى البروستات وأيضا المرضى الذين يتعرضون لالتهابات متكررة طيب هل هناك بدائل للحليب؟ وما هي هذه البدائل؟ جميع أنواع الحليب من مصدر حيواني تسبب نفس المشاكل الصحية لكن يبقى حليب الماعز هو الأفضل من غيره لأنه فيه بروتين الحليب كيزين A2 الجيد والنافع وفيه نسبة قليلة جدا من بروتين الحليب الضار كيزين A1 إذن هذا بالنسبة لبديل حليب البقر من مصدر حيواني أما البديل النباتي فهو حليب اللوز أو حليب جوز الهند إذا كنت من الأشخاص الذين لا يعانون من أي مرض وعندك رغبة بتناول الحليب بإمكانك تناول الحليب لكن باعتدال يعني كوب حليب كل يوم أو يومين وليس كيلو حليب في اليوم تناول الحليب وراقب الأمر إذا سبب لك مشاكل أنصحك بالتوقف عن تناوله بدون أي تعصب لرأي دائما خلينا نفكر بالعقل وما حدا يزعل إذا حكينا عن الحليب أو عن القهوة أو عن الزنجبيل عن الغد الدرقية المفاصل الجلطات القلبية أي فيديو بحكي فيه عن أي موضوع فكروا بعقل وبمنطق وجربوا ما رح يكون فيه أي ضرر ودائما تذكروا كل طعام جيد ومفيد هو مفيد باعتدال والإكثار من أي شيء مفيد يصبح ضار والدواء لا تستغنوا عنه بشكل فجائي وبدون رأي الطبيب في أي مرض استشارة الطبيب ضرورية ورأيه هام والاستغناء عن أي دواء يتم بالتدريج وبإشراف الطبيب كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات كون حلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكتر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتم عايشين وصلوا الفيديو لأصدقائكم والأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة بحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلتي الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته